بسم الله الرحمن الرحيم ده إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة الأولى تكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة عن المايكرو كنترول وقلنا ايه هي الامبيدد سيستمز وايه هي أنواعها وتكلمنا عن مكونات المايكرو كنترول من الداخل وعرفنا ان المايكرو كنترول بيعمل لي relation بين input و output وتعرفنا على بعض الأساسيات擂 zii numbering system process Он and and not and or gates وبعد كده تكلمنا على بعض المسامعات 譬如 bit, byte, registrars Input out port, memory, internal clock cycle دي كلها حاجات تكلمنا فيها أو تتكلمنا عنها ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزء مهم برضو اللي هو المايكرو سي برو جرامينج لانجوج برمجة المايكرو سي البرمجة دي هي اللي هنكتب بها ان شاء الله البرنامج اللي هيبقى موجود جوه المايكرو كنترول وبتحكم بقى يعني البرمجة دي هي اللي بتتيح لي ان انا اتحكم واعمل الريليشن بين الانبوت والاوتبوت لان زي ما قلنا المرة اللي فاتت فيه سوفت وير امبليمنتيشن وهارد وير فجزء المايكرو سي هي جزء السوفت وير اللي بيبقى جوه المايكرو كنترول اللي بعمل بين الريليشن على الهارد وير اللي متوصل على بنات المايكرو كنترول فقسلنا البروغرامينج لانجويش لكذا حاجة كده الديريكت أوردر والفلو كنترول والماسز والفاريابل ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عنهم بس مش بالترتيب ان شاء الله يعني بس في النهاية هنغطيهم كلهم ان شاء الله اول حاجة الديريكت أوردر الديريكت أوردر دو اونلي وان فانيكشن يعني بيقوم بمهمة معينة فيه اوامر عندي في المايكرو سي بيقوم بطسك واحدة زي الامر ديلي اندرسكور ميلي ساكند واحد الامر ده هيخلي المايكرو ويت ينتظر واحد ميلي ساكند او اللي سيدي كاراكتر دابليو الامر ده برضه هيكتب على الشاشة حرف دابليو امر زي اي دي سي اندرسكور ريت زيرو الامر ده بيقرقيمة انالوج يعني انا مش عايزك تحفظ الاوامر دي دلوقتي لان كل حاجة يتيجي فوقتها لكن بعرفك ان فيه حاجة اسمها دايريكت أوردر بيعمل امر معين دو اونلي وان فانكشن تاني حاجة اللي هي الماسز العمليات الرياضية طبعا انا مقسمها لكذا حاجة هنتعرض لهم واحدة واحدة اول حاجة الارسيماتيك اوبريتورز دي حاجة عادية خالص زي الجمع والسبتراكشن الطرح والمالتبليكيشن الضرب والاسمة والريمندر اكيد خلال البرمغة اكيد خلال ما انا بكتب البرنامج ممكن احتاج ان انا اجمع او اطرحهم من على بعض او اسمهم على بعض او كده اكيد اكيد احتاج حاجة زي كده طيب بالنسبة للريمندر بقى الاسمة بالنسبة للريمندر يعني الرمندر يعني مثلا نقول ايه ستة رمندر اتنين يعني لما اقسم ستة على الاتنين هيديني ثلاثة طالما ما فيش بقي اسمة هيديني زيرو يعني مثلا قلنا ستة رمندر وعايز بقي الاسمة على الاتنين المفروض النادي يجينا هيديني زيرو لان ما فيش بقي اسم لكن لو بقسم سبعة مثلا سبعة مثلا على الاتنين بقي الاسمة على الاتنين المفروض سبعة على الاتنين يديني ثلاثة والبقي واحد يبقى الريمندر هنا بكام بواحد زي مثلا اقول حضاشر رمندر عايز بقي الاسمة مثلا على الاتنين المفروض ان هو هيديني ثلاثة لان تلاثة تلاثة تسعة حضاشر على الثلاثة هيديني ثلاثة والبقي هيبقى اتنين فدي فكرة الريمندر ان هو بيجيب لي بقي الاسمة تمام تاني حاجة assignment operators assignment operator يعني plus equal minus equal لما اقول A plus equal 8 دي تكافئ A هتساوي A زي 8 A minus equal 8 دي هتساوي A بتساوي A ناقص 8 يعني assignment operators بتبقى بالشكل ده بكتبها بالشكل ده ولكن هي بيبقى قص بيها حاجة زي كده يعني لما اقول A مثلا في بيساوي 8 كايني بقول A بتساوي A في 8 وان شاء الله هنتعرض لهم كتير يعني احنا بنكتب البرامج أو كده بس ابقى عارف ان انا اكاتب A plus equal 8 كايني بالضبط قاصد ان A بتساوي A زي 8 بعد كده بعد كده اللي هي plus plus و minus minus لما اقول plus plus A كايني بقول A هتساوي A زي 1 يعني كايني بقول A هنا هتساوي A زي 1 تمام تمام يعني بزود A بمقدار واحد هي هي دي انا بزود A بمقدار واحد وهنا برضو بزود A بمقدار واحد يعني الانكريمنت و الدكريمنت اوبريتور حاجة بسيطة خالص plus plus A او minus minus B هنا بانكريمنت بمقدار واحد وهنا بديكريمنت بقلل بمقدار واحد طيب الريليشنال اوبريتورز الريليشنال اوبريتورز دي بستخدمها ان انا اعمل مقارنة تمام بقدر ان انا اعمل بها مقارنة تمام بين حكتين مثلا يعني بين two يعني two variables او two cases بقدر ان انا اعمل مقارنة بينهم يعني زي ما احنا شايفين ان هي بتستخدم للمقارنة بين two variables ال variable دول ممكن بانتيجر او float او اي حاجة لو ناتج المقارنة انه هم فعلا بيحققوا المقارنة يبقى المفروض ان هي بتريتيرن واحد لو ما بيحققوش الشرط ده او الريليشن دي يبقى بيرجعولي او بيريتيرن zero كأن انا بسأل سؤال هل الريليشن دي تحققت المفروض بيريتيرن one مثلا يعني اي اكبر من او يساوي خمسة كأن انا بسأل هل الريليشن دي اكبر من او يساوي خمسة لو الريليشن دي تحققت المفروض بيريتيرن one وطبعا اقل من واقل من او يساوي وهنا اكوال 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 لما يبقى عندي اتنين يساوي وربعض كأن انا بقول هل اي دي بتساوي ستة المفروض ان هو بيريتيرن واحد لو الاي فعلا بتساوي ستة ممكن اسأل سؤال ثاني هل اي دي لا تساوي بي يعني هل اي دي ما بتساويش بي فانا بستخدمهم في عمل الريليشن وكأني بسأل سؤال هل الريليشن دي تحققت واتجاوب لي بيس او نو بيريتيرن واحد ونو بيريتيرن زيرو وان شاء الله الحاجات دي بس وقت ما نستخدمها في البرمجة ونكتب بها برامج الناس هتفهمها كويس وهتثبت جمد عند الناس ان شاء الله طيب اللوجيكال اوبريتورز طيب اللوجيكال اوبريتورز المرة اللي فاتت في السلايد اللي فات كنا بنستخدمها عشان نعمل بين انتيجر وانتيجر او فلوت وفلوت بين 2 فاريابلز لكن هنا هستخدمها بين إكسبريشنز يعني 2 كونديشن مع بعض شرطين مع بعض لازم يتنفزه في نفس الوقت او واحد او واحد لا زي ما هنشوف هنا مثلا الابريتور وفي 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 نط احنا قلنا في الاند من المرة اللي فاتت اني لازم التو كونديشن يتحققه لازم الكنديشن الاول والتاني يتحققه عشان الاوتبوت يبقى بواحد لكن لو اي واحد فيهم اتحقق والتاني متحققش ده تحقق وده متحققش الاوتبوت هيبقى بزيرو تمام بس هي باتنين مع بعض مش مع نمبر ونمبر وانتيجر وانتيجر وفلوت وفلوت زي مثلا في اجزامبي هنا بقوله if temperature greater than يعني temperature اكبر من 40 and and يعني بقوله وفي نفس الوقت الضغط اقل من 50 اعمل الارم هنا لو درجة الحرارة اكبر من 40 وفي نفس الوقت الضغط اكبر من 50 هيشغل الارم الانذار لكن لو درجة الحرارة اكبر من 40 والضغط اقل من 50 يعني التو كونديشن مش يتحققه مع بعض لا مش هيحصل الارم لان الاند اند لازم التو كونديشن يحصله مع بعض لكن القور ما فيش مشكلة لو اي واحد من التو كونديشن تحقق سواء الكنديشن التاني ده تحقق فالمفروض ان هو الريزالت بقى بواحد او الكنديشن الاولان تحقق او التو كونديشن تحققه مثال على كده بقوله if temperature اكبر من 50 or or pressure ضغط يعني اكبر من 60 سواء كانت درجة الحرارة اكبر من 50 او الضغط اكبر من 60 اي حاجة من الاتنين دول اي حاجة من الاتنين دول تتحقق شغل الارم يبقى الفرق بين ال and and وال or ان انا طبعا بستخدم الاتنين عشان اعمل يعني comparing او اعمل relation لتو اكسبريشن مع بعض لو التو اكسبريشن اتحققه في نفس الوقت مع بعض ده في and and بيتطلع لي output لكن or اي واحد من الاتنين يتحقق يطلع لي output وان شاء الله نتعرض لها كتير جزء دي بعد كده ال bit ويس اوبريتور ال bit ويس اوبريتور بتتم على bit معينة يعني bit جوه مثلا او go register او كده زي النوت مثلا لو انا عندي ال a بتساوي نوت b وعندي b بخمسة فل ايه هتبقى نوت b يعني اعكس الكيس بتاعت ال b هتبقى سليب خمسة وزي shift lift ان انا اشفت شمال يعني مثلا لو انا عندي ال b الرقم ده وعايز اشفتها شمال فانا بشيل اول رقمين دول هشيلهم من الشمال دول هشيلهم من الشمال وحط هنا سفرين ينتج الرقم ده طيب shift right shift right كذلك انا هشيل اول اتنين من اليمين وحط في الشمال هنا سفرين كده انا بشفت الرقم ب ناحية اليمين طيب بالنسبة لل and bit twice and انا عندي ايه و بي احنا هتكلمنا عنها المرة اللي فاتت على فكرة ال and وال or وال not وحط تمام انا عندي ال and مثلا واحد و زيرو لا يطلع زيرو واحد و زيرو طلع زيرو لازم يكونوا ال اتنين وحايد في ال and ده هتطلع زيرو ودول هتطلعوا زيرو ودول زيرو دول زيرو اخر ال اتنين هتطلعوا وحايد لانهم شبه بعض لازم عشان يبقى and two inputs ب one طيب ال or مش شرط اي واحد من ال اتنين اللي هعمل لهم مع بعض or يبقى ب واحد هيطلع واحد يعني هنا واحد و زيرو يطلع لي واحد واحد و زيرو طلع واحد واحد و زيرو طلع واحد zero و زيرو لا هذه هيطلع zero الطبعا واحد و زيرو طلع واحد هنا يقبل اتنين ودول مختلفين فهيطلع واحد زيرو واحد مختلفين اللي حدد الوقت هيطلع واحد لكن 0 و 0 متشابهين سيطلع 0 1 و 0 مختلفين سيطلع 1 1 و 1 متشابهين سيطلع 0 1 و 1 متشابهين سيطلع 0 تمام يعني الريليشن دي مع الوقت هنستخدمها في برامج أو كده هتحس إن شاء الله أن هي بسيطة يعني هي بسيطة إن شاء الله طيب ثالث حاجة هنتكلم فيها هي الـ هو مش المفروض عشان أكتب أي كونستنت معين أي ثابت معين لازم أحدد أنا أكتب الثابت ده هيبقى نوهه إيه هل هو رقم صحيح هل هو رقم مثلا ومعها علامة عشرية وبعدها أنقام كتير لازم أحدد للميكرو كنترول عشان تحكيزه مكان في الرام فأنا عندي من أنواع إن أنا أكتب variable زي درجة الحرارة زي مثلا variable هيعطبر عن عدد الطلاف اللي بيدخلوا الفصل variable مثلا بيعبر عن كمية منتج معين لازم أحدد نوع variable ده فأنا عندي أول نوع character اللي هو بيبقى تمانية بت بيبقى طبعا لو أعمل لتنين أو بستمانية فهنلاقي هل لقي إن هو 256 هل لقي إن هو بيبدأ من 0 ل255 ده مثلا لو عايز مثلا عدد الطلاب اللي بيدخلوا الفصل فالرقم ده هيبقى مناسب لأن أكيد مفيش عدد مش هيبقى بالسالب وأكيد يعني مش هيعدل 255 تمام؟ في بقى اللي هو إنتيجر إنتيجر بيبقى 16 بيت تمام؟ من 2 قص 15 من 2 قص 15 لسالب 2 قص 15 تمام؟ ده بيتيح ليا بقى بيتيح ليا بقى بيتيح ليا رقم كبير 32767 إن أنا أخزن جوا رقم كتير بيحجز لتنين بايت في المومري تمام؟ وبيتيح ليا إن أنا أخزن فيه أرقام سالبة مثلا لو أنا عايز أعمل متغير عن درجة الحرارة درجة الحرارة ممكن تبقى بالسالب تحت السفر لذلك كان ما ينفعش أستخدم كاركتر أستخدم إنتيجر بالنسبة للفلوت ده بقى بيتيح ليا إن أنا أستخدم بقى أرقام عشرية وكسور حاجة يبقى فيها كسور والكسور بالنسبة لي مهمة يعني حاجة التغير البسيط فيها مهم جدا بالنسبة لي بيتيح ليا طبعا رقم ضخم جدا واحد وسبعتاشر من مية في عشرة أس سالب ثمانية وتلاتين لحد ستة وتمانية من عشرة في عشرة أس تمانية وتلاتين ده رقم ضخم جدا جدا وهنا بيتيح ليا رقم عشري بعيد جدا وكبير جدا كذلك برضو الضابل بيتيح ليا رقم عشري ضخم جدا يعني العشرة أس تمانية وتلاتين دي حاجة ضخمة جدا انت عبدا مش هتقابلك وانت بتبرمج أو بتعمل أي مشروع طيب هو أنا ممكن أضيف بريفيكس قدام كلمة كاراكتر وخليها برضو توقف الموجب والسالب آه بس هي بايدفولت انت لو كتبت كاراكتر هيعتبرها أنصيند يعني هيعتبرها في الموجب بس لكن لو كتبت قبل كلمة كاراكتر دي لو كتبت قبلها كلمة صيند كاراكتر هيعتبرها في الموجب والسالب يعني هتبقى من 2 أس 7 اللي هي سالب 128 من سالب 2 أس 7 اللي هي سالب 128 إلى 2 أس 7 اللي هي 128 طيب الانتيجر أنا لو كتبتها انتيجر كده هي بايدفولت صيند انتيجر يعني في السالب وفي الموجب لكن لو انا كتبت انصيند انتيجر هيبقى من 0 للتين أس 16 اللي هي 65535 تمام الشورت انتيجر لو كتبت قبل كلمة انتيجر كلمة شورت هتبقى زيها زي الكاراكتر يعني يبقى ثمانية بت اللي هي من سفر لـ 255 طب لو كتبت صيند شورت انتيجر هيعتبارها زي الصيند كاراكتر من السالب 128 إلى 127 اللونج انتيجر اللونج انتيجر هيعتبار مثلا من السفر لـ 2 أس 32 والصيند اللونج انتيجر تمام هيبقى من قيمة سالب لقيمة موجب بس قيمة ضخمة تمام الحاجات دي يعني لو انت مش هتعرف تحفظها او مش هتعرف تبقى في ذهنك يعني او كده عادي بترجع للـ table وتشوف مثلا انت بتتكلم عن ايه هل مثلا عن درجة حرارة ودرجة الحرارة دي بالموجب والسالب فانت هتخليها انتيجر عن مثلا عدد الطلاب في الفصل وعددهم اكيد مش هيزيد عن 255 وش هيبقى بالسالب فانت هتختار مثلا variable من النوع انت بقى هتعمل حاجة كده زي درجة الحرارة فيها موجب وفيها سالب فانت مثلا محتاج float وهكذا يعني مش شرط انك تبقى حافظ حاجة زي كده انت عادي بترجع للجدول وتاخد منه الحاجة اللي انت عايزة تمام 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 يعني زي درجة الحرارة انا عامله من النوع انتيجر لما اكتب انتجر تمام وعمل سيمي كولون ده معناه ان نوع المتغير اللي اسمه تمام هو اسم المتغير تمام نوع من نوع انتيجر فاول ما المايكرو كنترول اللي يعيني كاتب كده يروح رايح حاجز لي مكان في الرام لانتيجر هايحجزه اتنين بايدي يحجزه من سالب 32768 ل 32767 تمام لما مثلا عندي اكس بيساوي 13 اكس دي اي متغير مثلا مثلا بعمل سيمي كولوم هنا اكس بيساوي 13 ايويل اتشوز ممكن اعمل انتجر اكس ممكن اكتب كاراكتر اكس ممكن اعمل فلوت اكس مفيش اي مشكلة ممكن اعمل اي واحدة من 3 دول بس انهي انسب 3 دول صحر لكن كاراكتر اكس دي افضل واحدة لان اصلا اكس عندي انا اعملها كونستانتناب 13 هنا في حالة الانتيجر هيحجز 2 بايت وهنا هيحجز 4 بايت وهنا هيحجز بايت واحدة وانا عايز اوفر عدد البيت اللي عندي بحسل والبرنامج عندي كبير اكس هتساوي واحدة هنا ممكن اقول كاراكتر اكس ممكن اقول انتيجر اكس مفيش اي مشكلة بس كاراكتر افضل لان كاراكتر هيحجز 1 بايت لكن انتيجر هيحجز 2 بايت اكس بتساوي واحدة وحطت الواحد هنا بين علامتين زي دول ده معناه ان انا بخزن جوه اكس كاراكتر لذلك ماينفعش هنا غير ان اقول كاراكتر اكس تمام؟ هنتعرض للحاجات دي برضو ان شاء الله في البرامج وهتبقها سهلة ويعني لما تشتغلها في برنامج مش هتنساها ان شاء الله تمام؟ هنا بعد declaration ان انا في بداية كل برنامج لما نكتبه ان شاء الله لازم اوضح له البرنامج لما يجي يشغل البرنامج يبقى عارف هو هيحجز له كام في الريم زي قلنا من شوية انتجر تنبيرتشر انتجر ده ده الطيب بتاع البرنامج وتنبيرتشر ده اسم البرنامج تمام؟ طيب لو انا عندي مثلا متغير تنبيرتشر ومتغير اسمه بريس زي بريتشر مثلا ومتغير اسمه كيس الثلاثة من نوع انتجر ممكن اكتب الثلاثة قبلهم انتجر واكتب اسماءهم ولكن بينهم العلمة دي الفصلة دي تمام؟ لو كتبت مثلا تمب هيساوي 20 كده انا بخليله initial value يعني قيمة ابتدائية بمقدار 20 لو انا جيت في اول برنامج مثلا نقول تمب هيساوي 20 كده كأن انا بعمله initial value بعمله بداية عشان ما يبدأش من الزيرو تمام؟ ممكن اعمله initial value وفي نفس الوقت اكتب نوع الفاريبل ده يعني ممكن اقول انتجر تمب واكتب انه بيساوي 20 يبقى ان هنا كتبت نوع الفاريبل اللي هو انه من نوع انتجر فيحجز له 2 بايت في الميموري واسمه تمب وبيساوي 20 ده ك initial value طيب لو انا عندي مثلا كذا فاريبل اللي هو تمب اندرسكور واحد ده فاريبل درجة الحرارة الاولى ودرجة الحرارة التانية ودرجة الحرارة التالدة هما من نوع انتجر لذلك انا ممكن احط انتجر قبل الثلاثة وافصل بينهم بفصلة كذا طب لو هما لهم initial value هما 25 اكتب عادي بيساوي 25 هو يعني معلش لو الموضوح مش واضح شوية لكن لما نعمل بقى project معين وتلاقي نحنا بنستخدم حاجة كذا وعندي ثلاث درجات حرارة في المشروع درجة الحرارة التبقى كويسة ودرجة الحرارة التبقى مرتفع ودرجة الحرارة التبقى منخافضة وبنعرفهم ان هما انتجر هتلاقي ان الموضوع سهل يعني ايه دي كده بيزيكس اكيد هترجع لها وانت بتكتب في اي برنامج ان شاء الله طيب رابع حاجة بقى اخر حاجة في الجدوى اللي كنا عاملينه في الاول خالص هي لفلو كنترول لفلو كنترول متقسمة لثلاث حاجات الحاجات اللي انا بختار بها زي اف السيتمنت وبعد كده اتريشان السيتمنت اللي بعمل بها لوب يعني بعمل عملية تكرار زي بفور السيتمنت ووالسيتمنت وفي عندي ان كونديشنال فلو كنترول زي جو تو سيتمنت و بريك اندو كنتينيو سيتمنت الجزء ده مهم يعني مفيش برنامج هنكتبه مش هيبقى في الجزء ده بالنسبة للجزء التاني من المحاضرة الاولى ده مهم جدا ده يساعدني ان انا اكتب برنامج وباكتب برنامج صح وبعرف افكر اعمله ازاي يعني فيه ناس قابلتها وكده قالوا احنا بنفهم مايكرو كنترول بس مشكلتنا كلها في برمجة المايكرو سي ما بنعرفش نبرمج فالمحاضرة دي اللي هتبقى مدتها 30 دقيقة او 40 دقيقة ان شاء الله توضح طريق البرمجة بتبقى ازاي وعموما البرمجة مش هتوضح قوي لما نقعد نطبق يعني استخدم اف دي اكتر من مرة واستخدم السويتش دي واستخدم فور و وايل تبدأ بقى للموضوع يوضح اكتر بس لازم مضطرين ان احنا في البداية نشرحهم وبعد كان نطبق عليهم هيوضحوا بنسبة كبيرة ان شاء الله في حالة التطبيق بمشاريع عليهم تعترف اف دي بتستخدمها ازاي وتتخيل فور دي و وايل و دو دي بتستخدمها ازاي فما تسعجلوش ان شاء الله اعرف بس ان فيه اف استيتمينت و سويتش و فور و وايل و دو و دي بتتكتب ازاي و دي بتعمل تكرار ازاي و كده لكن وقت ما نطبق ان شاء الله بداي من المحاضرة الجاية هتلاقي ان الموضوع سهل جدا ان شاء الله طيب بالنسبة لكونديشن فلو هنتكلم عن اول حاجة اف استيتمينت دي يعني اللي باللون اخضر ده دي زي القانون كده او اللي انا هعمله ان انا بقول اف كونديشن اوبوريشن يعني اف لو شرط معين حصل اعمل حاجة فلانية زي بقوله مثلا ايه اف سويتش هيساوي واحد لد هيساوي واحد يعني لو انا ضغط على السويتش نور اللد لو كونديشن معين لو في شرط معين حصل من اجل ان اعطى ان اق screw فده يجوا بالشرط يعني لو ضغط على السويتش نور للد لو انا ضغط على المفتاح الفلاني نور المطور يعني شرط من نفس البين الشرط طب في الكيس الاولاي لو انا مش ضغط على السويتش محيشوف الاقواز دي مش يعدي على قزة والقود ده هيسيبهم يعني لو انا مش ضغط على الستويتش مش هينور الليد الحالة التانية بقوله يعني لو الشرط ده تحقق اعمل الابريشن واحد يعني لو الشرط ما تحققش اعمل الابريشن اثنين بتتكتب بنفس الفورما كده بالاقواص اللي فيها مثال على كده بقوله لو السويتش هيساوي هيساوي واحد لو انا ضغط على السويتش نور الليد طب لو انا مش ضغط اطفل الليد هنا في الحالة دي طول ما انا ضغط على السويتش هينور الليد اول ما هشيل ايدي خلاص هيفصل الليد لكن في الحالة اللي فوق دي لو ضغطت على السويتش هينور الليد طب لو شلت ايدي من على السويتش مش هيدفل الليد مش هيدفل لي لاني ما فيش حاجة قليت لطفيه لكن هنا فيه بقى لو الشرط اتحقق او الشرط ما تحققش فيه operation في الاثنين تمام ماشي بعد كده الكيس التالت if condition 1 لو فيه شرط اولاني مثلا لو تحقق اعمل ال operation الاولانية else if لو فيه ال condition التاني لو تحقق اعمل ال operation التانية طيب لو الاثنين رفق دول ما تحقق مش موجودين اصلا يروح داخل على ال condition التالت لو تحقق يعمل ال operation التالت لحد اخر operation لو كل اللي فوق دول ما تحققوش ال condition دي مش موجودة يرجع يعمل ال operation تاني خالص المثال هيوضح ده بقوله مثلا لو درجة الحرارة اكبر من 20 and and احنا قلنا and and دي بستخدم عشان اعمل comparing to expression بين حالتين زي درجة الحرارة اكبر من او يساوي 20 ودرجة الحرارة اقل من 25 فانا بقوله هنا اكتب على الشاشة كلمة cold طبعا الاوامر دي يعني لما انيجي ان شاء الله نتكلم على LCD اكيد هنبقى اعرفين الاوامر دي ومش هنحفظها هنجيبها من library code based ان شاء الله يعني محدش هيحفظ حاجة او كده اعرفك تجيب الاوامر من فين وتاخدها ال code based مش هتحفظ حاجة بس انا هنا بس بوضح لك الكيس التالت من حالة F بيستخدم في ايه فلو درجة الحرارة اكبر من او يساوي 20 وفي نفس الوقت اقل من 25 خرج على الشاشة كلمة cold يعني درجة الحرارة منخفض طب LCF طب لو لا لو درجة الحرارة مش بين ال 20 و 25 لو الشرط ده متحققش يروح جاي داخل على الشرط التاني لو درجة الحرارة اكبر من او يساوي 25 ودرجة الحرارة اقل من 30 خرج على الشاشة كلمة normal يعني درجة الحرارة كويسة دلوقت لو درجة الحرارة اكبر من او يساوي 30 واقل من 35 خرج على الشاشة كلمة hot طب لو مش ده كله يعني مثلا درجة الحرارة 40 يعني لا في الشرط الاول ولا في التاني ولا في التالي هيروح لإلس بقى هيروح عامل ألارم يعني كده درجة الحرارة عالية مثلا طيب لو درجة الحرارة 26 هيروح يعمل تشيك على الكنديشن الاول هيلاقيه مش موجود هيسيبه مش هيعمل ده وينزل على اللي بعد هيلاقي الشرط يتحقق فهيزر على الشاشة كلمة normal طيب لو درجة الحرارة 18 يعني مش هنا ومش هنا مش موجودة هنا ومش موجودة هنا ومش موجودة هنا خلص هيروح على إلس دي لإن الشرط ما تحققش في كل إف وإلس إف اللي فاته ويعمل ألارم وهن شاء الله مشروع اللي هو تمبرتشر وإلس درجة الحرارة هنجيب سنسور بإلس درجة الحرارة وبيعرض درجة الحرارة على شاشة وهنجيب زي ولاعة كده نساخن جنبه نشوف درجة الحرارة تتغير ازاي ولو درجة الحرارة زادت قوي يحصل بذر صوت عالي كإنظار إن درجة الحرارة زادت ويوضع كلمة normal وكولد وود دي على شاشة LCD يعني المرشوء اسمه temperature management إن شاء الله احتمال ناخده في المحاضرة الرابعة بإذن الله طيب تاني حاجة احنا تكلمنا عن F تاني حاجة switch case دي برضو من ضمن ال conditional flow أول حاجة تكلمنا عنها كان ال F هنتكلم دلوقتي بقى على ال switch statement ال switch statement هنا بقى بكتب condition بنفس الفورمال هدي يعني بعمل لما أجد استخدم switch case بكتب بنفس الفورمة دي بكتب البرنامج بنفس الفورمة دي بقول switch condition واكتب الشرط الاول منه والشرط التاني منه والشرط التالت منه ولو الشرط الاول يتحقق اعمل ايه بريك دي يعني خلاص انت على الشرط الاول حقق الوبرشن بتاعته ويطلع بره ال switch case دي اخرج بره الاقواز دي طيب لو الشرط الاول ما تحقق يدخل على الشرط التاني لو تحقق يعمل البرشن بتاعته ويطلع بره الاقواز دي طب برضو لو الشرط التاني متحقق يدخل على ال condition التالت طب لو ال condition الاول وال 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 ما تحقق يدخل بقى على default ونفذ الايه البرشن لو درجة الحرارة 37 ايه بقى اعمل ايه ال operation اللي هيعملها خرج على الشاشة كلمة normal temperature وطلع بره البرنامج خلاص طب لو درجة الحرارة مش 37 هيشوف الكيس دي مش هيعبرها او مش هيعمل ال operation دي يدخل على الكيس اللي بعدها لو درجة الحرارة خرج على الشاشة hot temperature البرنامج 40 هيسيب الكيس دي وروح على default خلاص اي حاجة غير 37 او 40 هيطلع على الشاشة temperature not critical يعني لو درجة الحرارة 50 دلوقتي هيخش على الكيس الاولانية هي درجة الحرارة 37 لا ده 50 خلاص مش هيعمل حاجة هنا يدخل على الكيس الثاني لا درجة الحرارة مش 40 يبقى critical تمام ده كده سندخل بقى رقم B من flow control اللي احنا قلنا عليه ال iteration statement يعني الحاجة اللي تعمل loop لو انا عايز اكرر حاجة معينة مثلا عايز اكررها او كده فانا عندي اول حاجة for statement for statement بيبقى فيه initial value بيبدأ منها وفيه condition وفيه increment بيزيد بي وبعد كده ال operation يعني مثلا انا عايز يعمل alarm خمس مرات يشغل مثلا alarm او كده خمس مرات وربعات فانا هعمل ايه هقول مثلا for example على كده يعني على قاعدة for او على for statement ان for i هيساوي 0 i يقل من 5 i plus ده increment اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو هيزود i بمقدار واحد تمام ده قلنا عليه من شوية اللي هو increment فانا عندي بقى الابريشن اللي هو هيعملها الليد هيساوي واحد هينور الليد و delay ms 1000 يعني هيستنى 1000 ms يعني هيدنوا ننورها ومستنى ثانية طبعا وهيرجع تاني في البرنامج طيب هو هيكرر العملية الابريشن دي كم مرة تمام الابريشن دي انه هو ينور الليد وبعد كده يستنى ثانية بعد كده يضف الليد ويستنى ثانية طيب هيكررها كم مرة هيكررها لما تبقى الابريشن بعضًا ويسأل هل الابريشنzugeخفي او ينفذ الاعلى يبقى الابريشن ويزودها طبعا ايضا هي angle 5 ب Bi سال ثانية يقع 4 وروح مزود ال i تبقى ب 2 ال 2 اقل من 5 يعمل ويزود i تبقى ب 3 3 اقل من 5 يعمل ال operation ويزود i تبقى ب 4 ال 4 اقل من 5 يعمل ينفذ ال operation تمام ويزود i تبقى i ب 5 هل ال i اقل من 5 لا ده ال i ب 5 بتساوي الخمسة مش اقل منها خلاص طالما ال i بقى قاعد يزودها وما بقيتش اقل من 5 يعني بقى بتساوي الخمسة او اكبر من الخمسة فهو يطلع من اللوب دي هيطلع برا اللوب خالص تمام طيب example هقوله for i هيساوي 0 i اقل من او يساوي 10 i product equal to تمام لحظة كده جمعا تمام for i equal 0 i اقل من او يساوي 10 i product equal to يعني هنا قلنا من شوية ان i ده كده بيساوي كأن انا بقى قوله لحظة عشان تبس كأن الامر ده كده معناه ان i هتساوي i في 2 تمام فانا بقوله for i هتساوي 0 i اقل من او يساوي 10 i هتساوي i في 2 اعمل alarm هنا لما هيعمل لما i هتساوي 0 و هيقل من او يساوي 0 و هيضرب i في 2 لكن هنا هناك مشكلة صراحة المفوض ابدأ ب i ب 1 المفوض اقول له i بتساوي 1 لماذا؟ لان لو قعد يضرب i 0 في 2 هيبقى بزيرو برضو الاي مش هزير تمام؟ فانا بقوله الاي فور اي هتساوي واحد اي اقل من او يساوي عشرة اي فيه هيساوي اثنين يعني كأن بقوله اي هتساوي الاي في اثنين هيعمل هنا لما الاي تبقى بواحد وهيدرب بعد كده الاي في اثنين هتبقى باثنين ياحل الصغير او يضرب ثم مكتوب او يضرب ثمانية و يضرب ثمائية ثمثة هناك حاجة اسمها يدعون يعني تبقى Shape سيقرر دائما تعال هناك تبقى الد reliability يعني عدد يعني غير منتهى يعني غير منتهى من المرات تقرر غير منتهى هذا يحدث ماذا ؟ يقول لك لما أقوم بعمل فور لوب بالشكل وما يوجد أي شيء في الداخل هذا يقوم بقى إيجابة يعني هيقعد يقرر القرار من ده عدد غير منتهي ندخل على طيب طيب ما بتكررش عدد معين زي الفور اللي فوق دي كانت مثلا بنقول خمس مرات هنا خمس مرات وهنا عملت أربع مرات لكن تكرر مرتبطة بشرط طول ما الشرط معين ده متحقق تكرر غير كده اطلع بره اللوب يعني لما الكنديشن يتغير ستخرج بره اللوب يعني مثلا بقول له طول ما ندائس على السويتش شغل الألرد طب لو في لحظة لا السويتش بقى بيساوي زيرو يعني أنا شلت ايدي من على المفتاح اللي أنا ضغط عليه أو السويتش اللي أنا ضغط عليه خلاص مش هيشغل الألرد تمام؟ يبقى فور بحدد لها عدد معين الإنكريمنت بتاعها يعني بحدد لها مثلا هتعمل خمس مرات أو أربع مرات زي ما قلنا لكن طول ما ندائس على السويتش بقى دائس على السويتش ده عشر دايق طول العشر دايق دول كرر القرار طيب هو فيه اندلس لوب من وايل زي اندلس لوب من فور زي فوق هنا كان الاندلس لوب ما بنحطش أي حاجة جوه اه فيه اندلس لوب من وايل إن أنا بقول مثلا بشيل الكنديشن ده وحط مكان واحد ممكن حط اثنين تلاتة أهم حاجة ما حطش سفر تمام؟ طيب لو أنا عايز أكتب نفس البرنامج بفور اللوب وي اللوب هعمل ايه؟ بفور اللوب مثلا بقوله فور الكي هيساوي سفر كي أقل من العشرة بلاس بلاس كي يبقى هنا هتكرر كم مرة سفر واحد واثنين وتلاتة لحد تسعة يعني هيعمل عشر مرات هيكرر عشر مرات هيشغل الألر ويستنى خمسمائة ميلي سكند وبعد كده يطفل الألر ويستنى خمسمائة ميلي سكند هيكرر البرنامج كلها كم مرة هيكرر البرنامج كلها كم مرة هيكررها عشر مرات هيقعد يكرر فيها عشر مرات طيب في الويلولوب ما بيبقاش في عندي إنشيال كوندشن فانا حطيت الكي هتساوي زيلو وقالت له طول ما الكي أقل من العشرة شغل الألرم وبعد كي استنى نص ثانية وبعد كده اطفل الألرم وستنى نص ثانية وشغل الكي وزود الكي فهنا هيقعد بقى ايه؟ يعمل البرنامج وزود الكي ويعمل تشك على الكندشن إلا إن الكي مثلا بقت بواحد لأ لسه الشرط متحققش الشرط متكسرش كي لسه أقل من العشرة يبدأ يعمل تن البرنامج ويزود الكي لأ الكي بقت بتنين يروح يسأل نفسه الكي أقل من العشرة ا فيقعد يقرر تن البرنامج يلاقي إن الكي بقت بتلاتة يسأل نفسه هل الكي أقل من العشرة؟ أه أقل من العشرة تلاتة ويزود الكي بقت باربعة يسأل نفسه هل الكي أقل من عشرة؟ أه يبدأ يعمل وزود الكي يخلىها بخمسة واحد في مرة هيلاقي إن الكي بتساوي عشرة هيلاقي إن الشرط اتكسر خلاص هيطلع بره الكوسين دول وينفس بها الأمر اللي بعده بعد كده دو سيتمينت دو هي هي زي ويل بالضبط بس هنا هيعمل الابريشن الأول وبعد كده يتشيك على الكنديشن هيعمل الابريشن الأول وبعد كده تشيك على الكنديشن يعني مثلا لما بقوله دو طبعا دو بيعمل الابريشن وبعد كده تشيك على الكنديشن زي مثلا بقوله دو الابريشن هيساوي واحد هنا فعلا طول ما أنا دايس على الاسويتش هيعمل الابريشن ده الكنديشن بتاعي ودي الابريشن اللي هو هيعمل اللي هو الابريشن طيب بس دو هنا بقى حينفذ الابريشن قبل ما يتشيك على الكنديشن سواء بقى أنا الكنديشن ده متحقق أو مش متحقق هو هيعمل الابريشن الأول بعد كده تشيك على الكنديشن ده عكس ويل اللي فوق ويل كانت يعني زكية شوية الأول تسأل نفسها هل الكنديشن متحقق هل الشرط متحقق لو الشرط متحقق تعمل الابريشن لكن هنا دو بينفذ الأول وبعد كده يعمل تشيك على الكنديشن طبعا احنا هنستخدم ويل وفور في برامج كتير ولو هي مش واضحة دلوقتي هتوضح في البرامج بعد كده العملية ان شاء الله بعد كده اخر حاجة بقى في الفلو كنترول قولنا ان كونديشنل الفلو زي جوست مين الجوست مين دي مش مرتبطة بشارت يعني انا ببعتها للمكان معين يعني انا بجيبها كده عشان بعتها للمكان معين يعني هي code the program to jump to specific label بتخلي البرنامج انه هو يروح لمكان معين لعنوان معين العنوان ده ممكن يبقى اسمي اي اسم لكن في النهاية لازم ينتهي بالكولوم دول انا مسمي العنوان بتاع نن لازم في النهاية ينتهي بالتو كولوم دول ويتكتب بقى حروف يبقى فيه اندرسكور مفيش مشكلة مثلا ده برنامج صغير بقول له مثلا وبزول فيه الكيه بقول له لو الكيه بيت اكبر من الخمسة go to nn يعني اروح لنن ببساطة كده هو هيروح لو لا الكيه بخمسة يروح رائع على النن فيها ايه لنن دي؟ فيها الكيه يساوي يخلي اروح حاطة جوه الكيه واحد قيمتها طبعا هي كانت اكبر من خمسة هيرجعها تاني الواحد يعني ببساطة بيروح لعنوان معين عشان يعمل operation معينة طيب break and continue statement break and continue ده لما بيبقى فيه عندي لوب معينة زي for loop او while loop بيخرج منه يعني بيبقى فيه مثلا كيس معينة مثلا هو شغال جوه لوب دلوقتي وانا مثلا قلت له لا ده انت لو حتى جوه لوب وفيه حاجة معينة حصلت اطلع سيب اللوب زي مثلا هنا هو مثلا بيقول اي هتساوي 0 اي اقل من العشرة بلاس بلاس اي بيكرر اللوب دي عشرة مرات وفيه متغير تاني اسمه اكس ايا كانت بقى الاكس دي لو الاكس دي بقت اكبر من خمسة خلاص اطلع برا اللوب يعني مثلا لو قلنا ان الاكس هتساوي 4 او الاكس هتساوي مثلا اكس بتساوي اثنين هو هيكرر نفسه هنا 11 مرة من السفر لحد العشرة 11 مرة اول مرة هيزاود اكس بمقدار واحد الاكس كانت بثلاثة هتبقى باربعة هيسأل نفسه هل الاكس اكبر من خمسة لا طيب بعد كده في المرة التانية هيزاود اكس بمقدار واحد تبقى بخمسة هل الاكس اكبر من خمسة لا هي بتساويها مش اكبر منها خلاص مفيش مشكلة المرة التالتة هل الاكس هتبقى بستة الاكس اكبر من خمسة او فهينفز بريك هيطلع برا اللوب مع ان اللوب عملنا ثلاثة لوب بس من ال 11 الى ان هو هيخرج منها عادي فالبريك دي بتكسر اللوب بتخرج برا اللوب معتمد على الكنديشن تاني جوه اللوب نفسه هنتعرض لها برده ان شاء الله في البرامج كده تبقى اضحى أكبر بسم الله طيب بعض النوت السريعة كده نبقى عارفينها يعني هنراعيها ان شاء الله في كتابة البرامج او كده هنمر عليها بسرعة عايز اكتب كومنت كومنت ده انا كتب البرنامج بس انا هرجع له بعض فترة كبيرة ممكن انس انا كنت كتب ايه او او الكنديشن ده كنت عامله او كده فعادي لو انا هكتب كومنت كبير بحطه بين العلامتين دول يعني مثلا عايز بقى خلي شكل البرنامج بتاعي حلو واكتب في اول البرنامج اسمه ممكن اعمل حاجه زي كده ام حاجه يبدأ بدول وينتهي بدول عادي كده انا بكتب اسم المرشن من فوق جوه البرمجه نفسها او ممكن بعمل علامتين دول واكتب وراهم اللي انا عايزه طيب هل اللي انا بكتبه ده الكمبيلر بيحس بيه لا هو عارف انه ده كومنت انا كتبه لنفسي توضيحا بس لكن ما بيعملش عليه اي او يعني بيعتبره كأنه مش موجود ده ليك انت لما تخش البرنامج تاني وعايز تفتكر مسلا النوت معينة كنت كتبها عن البرنامج هنشوف طبعا كومنتات مسلا يعني مفيش برنامج هيخلوا من كومنت عشان يبقى نوضح ايه اللي موجود في البرنامج تاني حاجة بداية ونهاية البرنامج طبعا هنا هو عامل كومنت هنا بيكتب اسم البرنامج زي ما قولنا في السلايد اللي فات وعامل اهو الاتنين سلاش ورا بعض عشان يكتب كومنت طبعا بيبقى باللون ده الكمبيلر ما بيشوفه مش خالص زي ما قولنا لما باجي اكتب البرنامج بتاعي لازم أحطه جوه الفويدمين الفويدمين دي دلها الأصلية اللي هي بيبقى جوه البرنامج وافتح قوس واجتب كل البرنامج جوهه في الكوسين فيبقى البرنامج اللي انا هكتبه لازم يبقى بالشكل ده ابقى كاتب الفويدمين بنفس الطريقة كده وفاتح قوس كاتب جوه البرنامج طيب لما اجي انهي اي حاجة في البرنامج لازم اضع سمي كولون طبعا تلاحظه في الاصليدات اللي فات لما كنت بكتب اي حاجة كنت اضع في الاخر سمي كولون كتبت الامر ده كتبت السطر ده ان انا سويت ايه بعشرة فلازم اضع سمي كولون سويت بي بمية حطيت جوه الاريابل بي بمية طبعا انا قبل ما استخدمهم وضحت ان اي و بي و سي دول انسايند انتيجر يعني من كل الرام ستحكز للا او البي و الالسي كل واحدة اتنين بايت يعني 16 بيت كل واحدة فيهم تقدر تشيل من الزيرو لاثنين قصة 16 وضحنا يعني نوع المتغيرات ده وفي البرنامج بحط طبعا بعد كل صدق سمي كولون بس هنا مش محطوط لذلك اللي فوق ده كوريكت لكن ده ان كوريكت ولو كتبنا في البرنامج الكمبيلر لما اجعل ايجيكيوت او بيلت يقول لي فيه غلط في السطر الفلاني مسلا روح اكتب فيه سمي كولون او كده يعني المفروض اكتب سمي كولون دي عشان يبقى السطر ده صح هل انا ممكن اسيب مسافات و انا بكتب او متاح كده يعني مسلا اا لو قلت ان بعمل عاملية جمع بزود على جي 2 وحطوهم في اي فانا ممكن انزل سطر يعني انا هنا انزلت سطر مش كده وبس ده انا سيبت المسافة دي كلها ما فيش مشكلة الكمبيلر بتاعي السي بياجنور كل الاسبيسيس دي طيب بص انا ممكن اكتب دول في نفس السطر ممكن اكتبهم في سطرين تحت بعض ممكن الجزء اللي فوق ده اكتبه في سطرين يعني السطر ده كتبته اربع سطور دست انتر ثلاث مرات مفيش اي مشكلة برضو يعتبر ده هو ده هو ده صح مفيش مشكلة الاسبيسيس مفيش فيه اي مشكلة بعد كده الكيس سينستيفتي هو انا ممكن اكتب اي فريابل عندي زي مثلا الحاجات اللي هي مثلا كنا بنكتبها دي تمب مش عارف ايه حاجات دي ألارم تمب الحاجات اللي كنا بنكتبها دي ممكن اكتبه ألارم مثلا تمب مثلا هل متاح ليا ان انا اكتبهم كابتل ولا سمول وهل يفرق قالك لا الكيس سينستيفتي هنا مفيش مشكلة اكتبه عادي بابر كيس ولا لور كيس كابتل سمول حط مفيش حاجة تفرق خمص لكن في حاجتين لازم تكتبهم سمول اللي هي المين اللي احنا قلنا عنها من شوية دي لازم تتكتب السمول اللي هي بحطه جوها البرنامج لازم اكتبها سمول وكلمة تانية اسمها انترب تقريبا مش هنتعرض لها يعني لان هي في في ال من الميكرو كنترول يعني بس دول اللي بتكتبوا سمول غير كده بقى اكتبهم براحلة اكتبهم كابتل سمول مفيش اي مشكلة طيب الـ variable name عشان اكتب اسم variable زي تنبرشل والحاجات دي احنا قلنا اول حاجة ان الـ capital واللور والحاجات دي ما بتفرقش معاي تانية حاجة تمام ما بتفرقش خلص ممكن استخدم ارقام او حروف وممكن استخدم الـ كده مفيش مشكلة زي تنبرشل 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 اثنين مفيش اي مشكلة خالص اكتب اللي انت عايزه اهم حاجة حاجتين بس اللي هما الـ main والانتراك بيتكتبوا small غير كده بقى اي variable عايز تكتب variable عن الـ temperature عن الضغط عن الـ humidity الرطوبة عن اي حاجة بتكتبها باسمها عادي مش مقايد ان انت تكتب capital او small مش مقايد ان انت متحطش حروف او تحط حروف او تكتب underscore عادي براحتة خالص مفيش اي مشكلة بس خلي بالك اكتب كيفما تشاء اي حاجة لأي حاجة بس فيه 33 كلمة دول محاجزين للكمبيلر نفس هو بيستخدمه وما ينفعش انت تستخدمه تمام؟ طيب لو انت غلط واستخدمت واحدة منهم هيبقى ده error في البرنامج والكمبيلر له هيوضح لك هيقولك خلي بالك ان ده reserve ده عندي ده بتاعنا استخدم اي اسم غيره يعني استخدم اي اسم في الدنيا بالنسبة بقى لما نيجي نكتب الارقام لما اجي اكتب رقم ومش قدامه اي بريفكس بريفكس بيعتبره ديسيمال عادي ما فيش اي مشكلة يعني مثلا بحدد constant وعايل مثلا زي كنا في برنامج من شوية قلنا مثلا ان الايه هاتس سوى عشرة هنا مفيش اي حاجة هو يعتبر العشرة دي ديسيمال اي حاجة اكتب بالهكس ديسيمال او الاكتل او الباناري براحتي عادي خلص اكتب بالهكس ديسيمال احط 0x عادي بحط 0x كده معناه ان الرقم الي هكتبه هنا هكتبه بالهكس ديسيمال طب لو حطيت 0 بس معناه ان انا هكتب هنا بالاكتل سوماني طب لو حطيت 0B طبعا كابتال او سمول مفيش مشكلة يبقى انا بقوله ان الرقم الي هكتبه بعد الزيرو بيه ده باناري وفي الجزء الاول من المحاضرة الاولى اتكلمنا ازاي تحول من الديسيمال للهكس ديسيمال للأكتل الباناري بالكاليكولياتور بتاعة الكمبيوتر وكذلك بالطول اللي موجوده في المايكرو سي بس بعرفك لما تيجي تكتب لو محطيتش اي بريفكس هنا يبقى انت بتكتب ديسيمال لو حطيت 0x يبقى انت بتكتب رقم بالهكس ديسيمال لو حطيت 0x يبقى انت بتكتب بالأكتل لو حطيت 0x يبقى انت بتكتب بالباناري تقريبا احنا اللي هنهتم او هنستخدمهم كتير انك تكتب بالديسيمال او تكتب بالباناري تماما ده دول هنستخدمهم بالصمرار يعني او كده تقريبا كده احنا خلصنا الجزء التاني من المحاضرة الاولى انا باقول لكم ان المحاضرة الاولى دي كان لابد منها الحاجات دي هنستخدمها مرة واثنين وثلاثة وعشر هنستخدمها كتير جدا وانا عن نفسي اول ما خدت الحاجات دي او اول ما ده اسم مايكرو كنترول كان جزء برمجة المايكرو سي ده تقيل على قلبي باقول ايه الكلام الغريب ده مكانش واضح بالنسباني كويس لكن فهمته قوي وانا بستخدم البرنامج لما بجاي اعمل برنامج مثلا لدرجة الحرارة برنامج مثلا بصرع وبطق مطور وتحكم في الديريكشن بتاعه بدأت احس ان انا اه فهمت البرنامج بيشتغل ازاي في نهاية الكورس هتديك تسك كبيرة جدا وانت هتقعد مع نفسك هتلاقي ان الاساسيات بتاعة المايكرو سي دي خلاص بقت سبتت عندك وبتقدر تفكر اه ده انا هستخدم هنا فور عشان اكرر هستخدم هنا اف عشان الكونديشن ده لو تحقق تعمل اوبريشن معينة الحاجات دي هتبقى في دماغ بس مش دلوقتي بس دي كان مقدمة هترجع لها ان شاء الله عشان تبقى عارف الفورمات بتاعة كل موضوع بتتم ازاي ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ هيبقى فيها شغل عملي وتحس فعلا ان انت بدأت بقى فعلا تشتغل عملي يعني ممكن اوريكم بعض الحاجات اللي ان شاء الله المحاضرة الجاية هنعملها باذن الله هي بس المحاضرة الاولى دي لازم تبقى مقدمة عن بعض الاساسيات والمسامات وبعض البرمجة المايكروسي اللي هي هتبقى واضحة جدا مع الابليكيشن ان شاء الله المحاضرة الجاية مثلا هناخد برنامج زي ده مسلا ان انت هيبقى عندك ليد كده تعمل فلاش تنور وتطفي طبعا اكيد انا عارف ان في حد متوقع دلوقتي ان احنا نستخدم فور لوب عشان يعمل تقرار لليد ده ان هو ينور هيبقى موضوع سهل ان شاء الله تمام هيبقى فيه مشروع تاني صغير بعضه بنبدأ بالمشروع صغيرة هنا بقى ان الليد مش هينور لما انت تضغل على السويتش اول ما تضغل على السويتش ده يبدأ الليد ينور خمس مرات مرتبط انك تضغط على السويتش يعني مش زي المشروع اللي فات كان بنور وخلاص لا اول ما تضغط على السويتش ينور خمس مرات طيب كان فيه برضو حاجة تانية هنعملها ان شاء الله المرة في المحاضرة اللي جاية هتبقى برضو عبارة عن جزئين ان شاء الله تمام هنا بقى فيه اثنين بيعملوا مع بعض طوجل يعني واحد ينور واحد يطفي واحد ينور واحد يطفي يعني لما ضغط على السويتش هم ينوروا ويبدلوا مع بعض ده ينور ده يطفي خمس مرات هنعملوا ان شاء الله المرة الجاية برضو يعني هنعملين مرتبطة بالضغط على السويتش هنعمل برضو في المحاضرة التانية يتحركوا بقى وراء بعض زي الحاجات كده بتاعت رمضان كده لما تضغط على السويتش يتحركوا بقى وراء بعض كده ويرجعوا تاني يعني حاجة بسيطة بس بتخليك بقى تبقى فاهم تاخد المايكروسيل احنا النهاردة كانش مفهوم ده المرة جاهه بقى مفهوم هيبقى لزيز جدا معروف ان انا بس اخدم فوق البرنامج ده يا جماعة صغير خالص يعني بتاع تمن سطور ولا حاجة حاجة بسيطة جدا تمام نرجع في برضو هنعمل ايه تاني هنعمل ليد ميتنج ان هم يقابلوا بعض بقى مش سيكوانس يعني ان هم يقابلوا بعض يعني يبدأوا من تحت يقابلوا بعض يرجعوا تاني طبعا دي كلها افكار بسيطة هناخدها ان شاء الله فيش فيها ايه مشكلة يعني المحاضر اللي جاى دي هتفرق ان شاء الله جامد في بقى برنامج اللي هو الفوتنج اللي يبقى مثلا بيبقى موجود باللاقيه في التلفزيون كده ان مثلا عندي هنا ايه وبي اتنين لما لو ايه داس اكتر اللمبة بتاعت ايه هي اللي تبقى منورها ولو بي داس اكتر اللمبة بتاعت بي هي اللي تنور لو الاتنين دايسين زي بعض اللمبتين يبقى منورين يعني مثلا لو انا دوس ايه واحد اتنين تلاتة اربعة طول ما ايه اكبر فا ايه منور دوس اربع مرات طب لو بي وصل للاربعة يعني بقى زيه المفروض اللمبتين هينوروا دين تلاتة اربعة خلاص بقى زيه طب لو بي زاد بقى خمسة خلاص لمبت بي هي اللي هتنور يعني ان شاء الله هنعمل شوية مشاريع مرة الجاية هتبدأ تحس ان انت استخدمت البرمجة دي في ايه دي حاجات بسيطة بس ان شاء الله هتبقى بسيطة وتبقى ممتازة بإذن الله في المحاضرة الجاية نحاول نعمل التمن مشاريع دول بس حاولوا تركزوا على المايكرو سي وكده وان شاء الله مش مشكلة لو انت مش مستوعب الاول محاضرة كويس مع الشغل والعمل والتكرار هتلاقي ان الموضوع بقى سهل ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته